مائة وتسعة وعشرون انتهاكاً في شهر واحد في مدينة ترزح تحت الحصار الحوثي منذ سنوات هذا ما رصدته منظمة حقوقية محلية لحالة انتهاكات حقوق الإنسان في تعز خلال شهر سبتمبر المنصرم الانتهاكات المرتكبة وفق مركز المعلومات والتاهيل لحقوق الإنسان طالت مدنيين يعيشون تحت حصار ميليشيا الحوثي التي تتعمد القتل عبر القنص المباشر والقصف المدفعي المركز الحقوقي وثق مقتل ستة عشر مدنياً بينهم اثنى عشر رجلاً وثلاثة أطفال وامرأة واحدة وقال المركز إن ميليشيا الحوثي قتلت خمسة مدنيين عن طريق القنص المباشر وثلاثة آخرين بالقذائف وذهب اثنان ضحية زراعة الألغام بينما تسببت رصاصات مسلحين بقتل ستة مدنيين إحصائيات مركز المعلومات أكدت إصابة ثلاثين مدنياً بينهم ثمانية عشر رجلاً وثلاث نساء وتسعة أطفال وقال المركز إن قذائف ميليشيا الحوثي أدت إلى تعرض الكثير من المدنيين إلى حالات خطرة المركز اتهم ميليشيا الحوثي بتكثيف قصفها المدفعي على المناطق والأحياء السكنية في صالة والمطار القديم أواد القاضي بالإضافة إلى قرى الشقب والنبيع والقلعة بمديرية مقمنة وفي الوقت الذي تعمدت فيه الميليشيا قصف المدنيين بهدف ترحيلهم من أماكنهم يؤكد التقرير أن الميليشيا هجرت حوالي خمسة وأربعين أسرة في قرية الكدمة عبر استهداف القرية بالقذائف وزرع الألغام في الطرقات والمزارع جرائم كثيرة ارتكبتها ميليشيا الحوثي بتعز لم تقتصر على التهجير والحصار بل أيضا القيام وفق التقرير بارتكاب جريمة الاختطاف من المنازل والأماكن العامة وملاحقة الناشطين على الفيسبوك بتهمة انتقاد انتهاكات ميليشيا الحوثي موسيقى